موسيقى رئيس المخابرات الإيطالية يلتق الأسد في دمشق بالاتفاق مع النمسا أمريكا توافق على بيع طائرات بلاك هوك للنمسا بقيمة مليار دولار انخفاض معدل التدخم في النمسا إلى 3.3% إلى أدنى مستوى في عامين الحكومة تعلن عن زيادة حدود الدخل الإضافي للعائلات والطلاب ومقتل أربعة أشخاص بعد انقلاب سيارة سويدية في النمسا السفلة وأخيرا فين تسجل 45 ألف مخالفة متعلقة باستخدام أسكوتر الكهربائي مشاهدين الكرام من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم إلى تفاصيل النشرة أفادت وسائل إعلام النظام السوري بزيارة رئيس المخابرات الإيطالية الجنرال جاني كارفلي لدمشق الثلاثاء الماضي حيث التقى رئيس النظام بشار الأسد ومدير مخابراته حسام لوقة وأطلع كارفلي الأسد على التنسيق الجاري بين النمسا والشيك وقبرص والدنمارك اليونان إيطاليا مالتا بولندا ورومانيا لأعادة النظر في التعامل مع الواقع السياسي والأمني في سوريا بشأن اللاجئين السوريين كما بحث إنشاء منطقة آمنة في ريف حمص بهدف التخفيف من أزمة اللجوء مع احتمال لرفع بعض العقوبات الأوروبية والأمريكية عن النظام إذا قدم طمانات حقيقية أعلنت الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة لتزويد النمسا بطائرات هليكوبتر بلاك هوك متعددة الاستخدامات ضمن حزمة أمنية بقيمة مليار دولار وتشمل الصفقة إسدات عشر طائرة مع تجهيزات للإنذار الصاروخي والتشويش وأنظمة ملاحة جوية حديثة ومن المتوقع أن تحدث هذه الصفقة نقلة نوعية في أسطول الطائرات المروحية النمساوية مما يعزز قدرتها على مواجهة التهديدات الأمنية في المرحلة الرهنة وتتضمن الصفقة أيضا دعما لوجستيا شاملا يشمل قطع الغيار والمعدات الأرضية وتدريب الأطقم النمساوية كشفت هيئة الإحصاء النمساوية عن استمرار انخفاض معدل التدخم في النمسا خلال مايو حيث بلغ 3.3% مقارنة بالعام السابق ويعود الانخفاض إلى تراجع أسعار السكن والطاقة واعتدال أسعار المواد الغذائية في المقابل شهدت أسعار الخدمات في قطاع الضيافة ارتفاعا ملحوظا وبحث مؤشر أسعار المستهلك الموحد للاتحاد الأوروبي بلغ معدل التدخم في النمسا 3.3% بزيادة طفيفة بنسبة 0.1% عن الشهر السابق وتوقع وزير المالية ماجنس برونر أن ينخفض التدخم إلى نصف ما كان عليه قبل عام اتفقت الحكومة النمساوية على رفع حدود الدخل الإضافي المسموح به للحصول على المساعدات العائلية والطلابية بحيث سيتم تعديل حدود الدخل الإضافي سنويا لتتماشى مع معدلات التدخم وتهدف الخطوة إلى تسهيل تمويل الدراسات الجامعية للطلاب مما يسمح لهم بكسب المزيد من المال من وظائفهم المؤقتة دون التأثير على أهليتهم للحصول على المساعدات المالية وقالت كلاوديا بلاكم وكيلة وزارة الشباب نهدف إلى تحفيز الطلاب على العمل الجاد بدلا من معاقبتهم وأكدت سيجارة مورا رئيسة كتلة حزب الخضر أن القرار سيساعد الطلاب في تمويل دراساتهم وستطبق التعديلات بأثر رجعي من بداية العام تقيا أربعة أشخاص مصرعهم وأسيبة إثنين آخرين بجروح خطيرة في حادث تصادم مساء الخميس على طريق فيينا نويشتات في النمسة السفلة وكانت سيارة سودية تقل ستة أشخاص انحرفت عن مصارها واستضمت بجزيرة قبل أن تنقلب عدة مرات وتستقر في منطقة غابية وتم إلقاء خمسة من الركاب من السيارة وأكد المتحدث باسم الشرطة يوهان باومشلاغا أن التحقيقات جارية وأن الركاب هم سويدي وخمسة لاتفيين تتراوح أعمارهم بين سبعة وعشرين وأربعة وثلاثين عام سجلت فيينا حوالي خمسة وأربعين ألف مخالفة على مستخدم الاسكوتر الكهربائي منذ عام على تطبيق القواعد الجديدة خاصة فيما يتعلق بصفها وكانت ذروة عدد المخالفات في أكتوبر الماضي حيث سجلت سبعة ألاف ومائتين خمسة وسبعين مخالفة بينما انخفض العدد مؤخر إلى حوالي ألفين مخالفة شهريا ويرجع الانخفاض جزئيا لتعلم المستخدمين القواعد الجديدة فيما رأى ممثل شركات التأجير أن هذا الانخفاض يبرر توسيع أساطيل السكوتر ولذلك نظمت شركتي فول وليمة يوما توعويا للتذكير بالقواعد مع فرصة تجربة السكوتر والحصول على خوذة مجانية حيث أصيب أربعمائة وسبعة عشر شخصا على الأقل في حوادث السكوتر العام الماضي كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوغرات على هواتفكم كنت معكم أنا ممدوح مكين أمسيا سعيدة ونهاية أسبوع سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة